السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم تاريخ 16 2023 طبعا وصلتنا المنقة الجميلة المصرية المنقة العويسي هذا صنف العويسي انا اذوقتها تقريبا في شهر ثمانية في شهر ثمانية بدنا ناكل الفص مراتيين حلو ومراتيين تعبان واذوقت الثمارة العويسي في شهر ثمانية للامانة زيرو كانت ضعيفة جدا لانها غير مستوية على الشجر يا اخوان القصد من هذا الكلام وهذا التصوير اليوم بالذات لصنف العويس انه لازم ياخذ حقها الثمرة لازم تاخذ حقها عشان نحكم عليها يا اخوان ما نحكم على الثمرة ولا جودة الثمرة وهي مكتوفة قبل معادها بشهرين او قبل وقتها يعني قبل تستواءها بشهرين ومطرش الينا وتوصلك بطعم نهائيا ما هو الطعم الأصيل فان شاء الله راح نفتح العويسي ومثل ما تشوفه في قبضة اليد تقريبا هو والامر بالي في نفس الحجم وللأمانة صنف الامر بالي كان خطير وصنف العويسي ملك المنقة المصرية وللأمانة صنف جميل جدا الحمد لله زرعناه شجرة قائمة ما شاء الله سريعة النمو اللي يحب شجرة ضخمة ترى العويسي مناسب جدا وقوي ومتحمل يا أخوان وان شاء الله راح نباشر ونفتح هذا الصنف وراويكم الطعم الأصيل للمنقة الأصيلة ملك المنقة المصرية صنف العويس وهذا شكله بعد التقشير يا أخوان طبعا ما شاء الله جوسي اللون الصنف جولد ما شاء الله لا تلاحظه يعني كريمي ما شاء الله بدون ألياف صنف العويس ونشوف المذاق بسم الله لاحظوا العصيل يا أخوان لاحظوا بس مستوى العصيل اللي فيه ما شاء الله بعد منقل العويس صعب 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 جدا يا أخوان للمانة للمانة الكنق في مصر مش سهل مش سهل أبدا ولا يختلف عليه ولا يختلف عليه حد العويسي من الأصناف الفاخرة جدا والمذاق الذي يأخذك بعيدا إلى هناك إلى هناك بعيدا صنف العويسي صنف متميز ولذيذ ورهيب في الطعم مواصفات جميلة ثمرة قمة في قمة الضوعة وقمة الجمالية صنف العويسي ويأخذنا بعيدا إلى هناك ترجمة نانسي قنقر